اشتركوا في القناة جيد نمر إلى الصورة الثانية ماذا يوجد في الصورة؟ نعم طاووس جيد نمر إلى الصورة الثالثة ماذا لدينا في الصورة؟ جيد دلون إذن ما هو الحرف المشترك بين هذه الكلمات؟ حرف الواو أو الصوت و إذن سوف نتعرف على الواو في مواقعه الثلاث أولاً مع الحركات القصيرة حركات القصيرة ما هي؟ هي الفتحة والكسرة والضمة إذن نلاحظ الصور ماذا يوجد في الصورة الأولى؟ ماذا لدينا؟ لدينا وزرة جيد إذن وزرة تحتوي على الواو مع الحركة القصيرة الكسرة الصورة الثانية نعم ورود الواو مع الضمة الصورة الثالثة وردة إذن الواو مع الفتحة جيد الآن سوف نمر إلى التعرف على حرف الواو مع الحركات طويلة وهي؟ نعم الواو والألف والياء إذن سوف نلاحظ الصورة الأولى ماذا لدينا هنا؟ نعم أمواج أمواج لدينا هنا؟ لدينا هنا الواو مع المد بالألف الصورة الثانية لدينا طاووس طاووس الواوونا مع المد بالواو الصورة الثالثة كيوي 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 الواوونا مع المد بالياء الآن سوف نتعرف على الواوي مع التنوين أي مع الطمتين والكسرتين والفتحتين نلاحظ 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 لدينا في الصورة إذن لدينا دلون دلون الواو مع التنوين بالفتح دلون دلون الواو مع التنوين بالضم الآن سوف نمر لقراءة المقافة لدينا و و و و و و و ون ون وين وعيدوا قراءة المقاطع و و و و و و و و و ون ون وين أعيدوا قراءة المقاطع إذن أحسنتم جميعا الآن سوف نتعرف إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التقطيع أو التجزي لدينا هنا كلمة موزن موزن سوف نقوم بتقطيع هذه الكلمة مع التصفيق إذن موزن موزن إذن تصفيقتين يعني مقطعين والمقطع الحرف الساكن دائما ينسب إلى الحرف الذي قبله موزن مو مقطع وزن مقطع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موزن 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 موزن